السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله وقتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله كرؤة جديدة وحصية على القناة لموليد برج الحمل صلى على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام قد تروف الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر اللهم بشرني بما أنتظر منك وانت خير المبشرين كلها برج الحمل حبايب قلبي ينزلوا في الكومنتات يلا ويثبتوا وجودهم بالصلاة على الحبيب يلا جيش برج الحمل فينه حبايب قلبي جايبالكم أخبار وجايبالكم كراءة مهمة بإذن الله على الملح الروحاني وان شاء الله بإذن الله يكون عندك انتصارات حلوة بكم ونشوف الكراءة بتاعتك ونشوف أخبارك يا برج الحمل بس عايزك تهدى كده وتركز معايا في الكراءة واللي تسمعوا مني إذا كانت أعراض أو إذا كان أي حاجة هقولها انطبقت عليك تنزل في الكومنتات وتقولي ايه اللي انطبق عليك من الكراءة وان شاء الله بإذن الله الهنى والسعادة والرزق والتفاؤل يا حبيب قلبي يا برج الحمل بإذن الله تطلع من كل الطاقات اللي انت بتمر بيها وتدخل على طاقات تغيرات وفرحة طال انتظارة يلا بينا يا برج الحمل نشوف الأخبار عندك بس قبل مبدأ حط النية بتاعتك يلا نشوف النية بتاعتك ونشوف ايه الأخبار اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد طيب انت هنا أو انتو خارجين من علاقة العلاقة اللي انتو كنتوا فيها دي كان فيها بعض المشاكل كان فيها بعض الضغط كان فيها توتر وكان فيها حيرة لدرجة ان انتو خلاص حطيتو حدود بينكم وما بين أشخاص كتيرة جدا في علاقتكم أو بينكم وما بين أشخاصكم في العمل أشخاصكم في الحياة الله أعلم بس انت حطيتو حدود بينكم وما بين أشخاص أزوكم ونزل عليكم منهم ضغط ركز معايا عندك هنا واحدة ستة الواحدة ستة دي بوشين أعدالكم ومرصودالكم ودايما بتظهر في كراءاتكم الستة دي أعدالكم تحس وشها رفيع بس ملامحها تحسوا ان هي بريئة احذروا منها مرصودة واحدة شغلة بالها بكم لدرجة ان هي بتسلط ناس عليكم علشان تعملكم مشاكل الفترة اللي جاية دي هيكون عندكم زيارة الزيارة دي هتكون حلوة هيكون فيها شخصين أو تلات أشخاص هيبقى فيه كلام بينكم وهيبقى فيه بعض المواضيع المهمة اللي هتتفتح بينكم وما بين طرف تاني في حياتك عندك حبة أعراض بدأت تظهر على جسمك عندك بعض الإرهاق بعض التعب أو بعض النفور من قعدة ناس معينة في حياتك الايام دي انت بتشتغل انت بتدرس انت بتذاكر انت ناوي تطلع من اللي انت فيه تظلمت كتير من ناس ومن أشخاص ومن مقربين لحياتك لدرجة ان انت هنا قاعد ما بتعملش اي حاجة حاليا انت مش عايز تنتقم من حد ولا عايز حاجة من حد كل اللي انت عايزه ان انت تعمل حدود بينك وما بين أشخاص علشان خاطر هي دي نقطة البداية عندك عندك كام يوم هيفرحوك في خبر هنا طال انتظاره الخبر ده بقاله مدة انت عمال تشتغل عليه الله أعلم ايه هو الخبر ايه الكراءة تنطبق على الجميع فبالتالي ممكن يكون خبر محكمة خبر جواز خبر حمل خبر رجوع الله أعلم بس انت عندك هنا كمية انتظار الفترة اللي جاية دي هيكون عندك حب التغيرات حب التغيرات في ورق حب التغيرات في انطلاقات حب التغيرات في مشاريع الله أعلم بس خليلي بالك من الست اللي بوزها ناشف اللي هي وشها رفيع بس ملامحها تحس ان هي بريها او اصغر دايما بيقولولها انت شكلك حلو الكلام ده كله فانتو تخلي بالك من الست دي علشان هم دول اللي بيعملوا المشاكل الفترة اللي جاية دي هيكون عندك بعض الاكتشاف بعض القدرات العالية هيكون عندك بعض النجاحات انت ناوي ناوي على حاجات كتيرة جدا تعملها او ناوي ان انت تطلع لفوق وبالفعل انت هتطلع متقلقش خالص بس عايزك تهدي اعصابك ومش عايزك تدخل في اي مواجهة بين اشخاص حواليك ممكن يدايقوك او يعملولك اي مشكلة سلبية في حياتك والاجتماع او العزومة او اللقاء اللي هيكون مع ثلاث اشخاص خلي كل كلمة طلعة من بقك تكون حريصة وحكيمة لحياتك الفترة اللي جاية طيب عين قوية صيباكو اي عندك عين قوية العين دي هي اللي مخلياك حاسس بنغزة حاسس بتوتر دايما حاسس دايما ان انت حياتك وقفة انه ما فيش اي حاجة بتتم او فيه اي استكمال لاي مواضية العين القوية دي هي اللي صيباك بالفلوس المتبخرة يعني ايه فلوس متبخرة يعني مفيش فلوس بتقعد معاك ولو فيه فلوس فضلت بتلاقيها تصرفت من تحت الارض ما تعرفش ايه السبب فدايما فلوسك متبخرة الست دي عاملة زي التعبان بتلف حوالين رقابتك لدرجة ان هي ممكن تكون عايزة تعرف اخبارة من اي حد او من اي طريق فياريت تخليلي بالا عندك لم مواضية او مواضية هتتفتح وانت اللي هتلمها فيه قرار انت لازم تاخده الفترة اللي جاية دي علشان القرار ده انت عملت حاجات كتيرة جدا علشان تاخده يعني ما كنت ساكت القرار ده هيتوجب عليك تاخده في اقرب وقت علشان هيطلعك من مشكلة طال انتظرها انت عندك تغيرات حلوة جدا بس عندك موضوع تعبك نفسيا موضوع عملت كذا حاجة او كذا تفكير الفترة اللي جاية دي احب ابشرك وطمنك ان انت عندك لما شمل مع اطفال عندك لما شمل مع احبة الله اعلم بس خليلي بالك من برضو واحدة ست بقها واسع الست دي بتتكلم كتير تحس ان هي بتتكلم كتير جدا خليلي بالك منها انت طريقك مفتوح وعلشان كده دايما بتختار طرق حلوة جدا فانت هتبقى عندك اثبات وجود وهيبقى عندك كذا بداية ومش كده وبس كمان ده انت ناوي تدخل في المشروع المشروع ده هيكون فيه كذا اتصال هيكون فيه كذا مكالمة الله اعلم بس انت اليومين دول حرفيا مش ناوي تكلم حد ولا ناوي تتعامل مع بشا عايز تفضل لوحدك وتقفل على نفسك وده اللي باين قوي ان انت عايز تقفل على نفسك ومش عايز تتكلم مع حد وعايز تهدى شوية وتبدأ تعيد حساباتك وبالفعل هتعيد حساباتك بس مش عايزات تفكر مش عايزات تفكر خالص في اي علاقة من الماضي اي علاقة من الماضي او اي حاجة من الماضي ما تفكرنيش فيها خالص لا فكر في المستقبل علشان عندك امور حلوة الفترة اللي جاية دي هيبقى ممكن يكون فيه كلام بينك وما بين الشريك هيبقى فيه بعض الامور بينك وما بين الشريك باذن الله هيبقى فيه بعض الامور بينك وما بين الشريك انت دايما كنت بتكتشف خيانات من الشريك دايما كنت بتكتشف ان انت حظك قليل وبالفعل خلي بالك انت في حياتك العاطفية الحظ عندك قليل جدا لدرجة ان انت كل ما تدخل في علاقة او في ارتباط او اي حاجة تخص الحياة العاطفية دايما بتطلع انت المهموم وبتطلع انت اللي خسرت كتير لدرجة ان انت دخلت في علاقة مش هقولك ان انت اكتشفت خيانة بس اكتشفت ان انت كنت ضحية من كتر التنازلات انت بتيجي على نفسك خلوا بالكم ان انتوا بتيجوا على نفسكم زيادة عن اللزوم في علاقاتكم العاطفية او بمعنى صح بتدو كتير يعني لما انتوا قلبكم طيب جدا ودايما حظكم قليل قلبكم طيب عندك بحوالي كام خطوة بالزبط وهتوصل لهدف حلو جدا او هتوصل لتغيرات حلوة انت ناوي عليهم ما تقلقش خالص انت عندك اخبار حلوة واحب ابشرك اني عايزات تتفاقل عايزات تكون متفائل علشان خاطر انت ان شاء الله باذن الله هتطلع من حاجات كتير جدا خانقاك ودايقاك عندك كمان هنا حد مش هقولك بوشين بس عندك ستة كبيرة الستة الكبيرة دي بتاعت مشاكل الستة الكبيرة دي تحسين ان هي قصيّرة شويّة ست قصيرة مش طويلة وجسمها مش رفيعة وجسمها مش رفيعة ولا تخينة جسمها عاية ست دي خليلي بالك منها عشان الست دي بوشين ايوه بوشين بتودي كلام وبتجيب كلام هي ست كبيرة في السن تعدي الخمسين سنة مش اصغر من الخمسين هي تعدي الخمسين سنة صغيرة كده وتلاقيها ايه عاملة حباي عاملة حبيبتك عاملة مقربة منك بتحب تعرف اخبارك فخليلي بالك من الستات الكبيرة دي علشان بيكونوا دايما مش عايزين حد احسن من بناتهم دايما مش عايزين حد مميز عن بناتهم فتخلوا بالكم كويس جدا من الاشخاص اللي هم بوشين حواليكم بسم الله ما شاء الله اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد انت هنا عندك هدية الهدية دي في حد كبير عندك هيقدمها لك او في حد ناوي يكلمك او حد عندك ناوي ان هو يبعت لك هدية مع حد انت في حوار هدية عندك او موضوع هدية فالفترة اللي جاية دي هيكون فيه هدية هتتقدم لك وفي نفس الوقت هيكون فيه عرض حلو جدا بينك وما بين حد مشاكل بس العلاقة لسه مستمر او لسه متقطعتش بس انت عايز تنهيها انت فيه هنا علاقة عايز تنهيها علشان حسس ان انت مجالكش من العلاقة دي خير خالص عايز اقولك ان الفترة دي فيها بعض الحماس لك فيه كام يوم كده هتصحى من النوم هتحس ان انت عندك نشاط وعندك حماس تقدر تاخد القرار المهم الحاصم اللي فيه حياتك ما تقلقش خالص علشان خاطر انت كذا يوم هيبقى عندك اخبار حلوة او هيبقى عندك توقعات جديدة انطلاقات جديدة الله اعلم بس انت ناوي وطول ما انت ناوي هتبدأ تشتغل على نفسك وهتبدأ تستمر وعلشان كده احب ابشرك وطمنا ان انت هتحمل كام يوم فيهم اخبار سرة وهيبقى الحماس والتفاؤل من حياتك وعايز اقولك كمان ان فيه يوم هيكون ايجابي جدا ليه هيخليك تحس ان انت عندك حاجات كتيرة جدا نجمك هنا هيلمع والنجم اللي هيلمع ده هيبقى وراء اسباب سرة يعني هيتلاقي الشخص اللي هينزبك في حياتك الفترة اللي جاية وهيحمل ليك بعض المكافآت هيحمل ليك بعض الامور الجزرية اللي هتكون فيه حياتك الفترة اللي جاية انت بس اللي جايبك وراء وتعبك نفسيا هو الحسد الشديد من الست الخبيثة اللي اعدالك وما ترصدالك الست الخبيثة اللي دايما بتلاقيها كده بتسأل عليك كتير بالمحبة او بالكلام خليلي بالك منها دي وما تشغلش بالك انت طول ما عندك ارادة وعندك ثقة بالله صدقني الحسد مش هيأثر فيك بس خلي يعني حصن نفسك اعمل اللي عليك واسيب الباقي على ربنا لو انت هتفضل ميركز على اللي حسدك واللي سحرلك انت اللي هتتعب نفسيا وهو ده اللي بيين لك انت عندك جري تفكير رهيب لدرجة ان انت هنا عندك بعض الكوابيس المزعجة عندك بعض الكوابيس اللي تصحى من النوم مخلوق اغلبكم بيصحى من النوم كسلان حيران متضايق ملغوش نفسي يعمل اي حاجة طيب انت هتفضل للحال ده لا الحال ده مش عاجبك وعشان كده ناوي تعمل بعض الامور في حياتك المستجدة اللي هتجدد من نفسك فيها احب اطمينك كمان خلال كام يوم بالزبط وهتسمع خبر حيره خلال كام يوم هتسمع تغيرات جديدة تخص حياتك العاطفية هتشتغل وهتعاثر وهتتخطأ اي مشكلة في حياتك الفترة اللي جاية علشان خاطر انت ناوي تفعل حاجات كتيرة جدا مستجدة في حياتك باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى بالفعل هتفعل كذا حاجة تخص حياتك ان شاء الله باذن الله طيب ابشرك تاني ان انت عندك لم شمل كده ظهر لك مرتين لم شمل فده كده عندك انت لم شمل مع اشخاص احبة مع مقربين لحياتك بس خليلي بالك من اجتماع اجتماع بيدور عليك ازا حفرة بيوقع عايزين يوقعوك فيها الايام اللي جاية انت اليومين دول بتعاني بتعاني من وجع في ظهرك غير طبيعي بتعاني من اه 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 اهم الام في المعدة الام في المفاصل الله واعلم لدرجة ان انت ناوي تعمل تحليل ناوي تعمل حاجات مستجدة تخص حياتك الصحية بالك من شغول بحياتك الصحية جدا وبتسأل او انت كاشف ومستنية تحليل الله واعلم في هنا كمان رسالة رسالة أو مكالمة مهمة تخص حد مستني حاجة تخص حياتك بالنسبة للمطلقات أو المنفصلين انتوا هنا عندكم طاقة فرق المنفصلين عندكم طاقة فرق في كلام بيدور عليكم خلولي بالكم من الكلام ومن اي حد ممكن يقعد معاكم يقولكم يعني يحاول يشدكم في الكلام علشان تكلموا وهو طرف ثالث بيتدخل فياريت ما تغلطوش باي كلمة ممكن تقولوها قدام حد وتخلوا بالكم من كل كلمة طلعة من لسانكم علشان خاطر ما تقعوش في مشكلة مع حد هيبقى فيه ماتصالات الايام اللي جاية وهيبقى فيه كلام بينكم وما بين حد فياريت تخلوا بالكم من نفسكم كويس جدا وتكونوا حرصين لو انتوا عندكم اطفال خلوا بالكم منها ولو في حد من الاطفال دول تعبان ياريت تكشفوا عليه وتحاولوا دايما يعني تعالجوه لو كان عنده مشكلة او لو كان بيعاني من اي حاجة ياريت دايما تعالجوه اول باول علشان خاطر ما تحسوش ان انتوا اثرتوا في حق الاطفال دي علشان انتوا مش نقصين اللي انتوا فيكم مكفيكم فيه كمان هنا حياء جديدة والحياء الجديدة دي هيكون وراها خبر حلو والخبر الحلو ده انتوا اللي هتشتغلوا عليه علشان انتوا نويين على حاجات كتيرة جدا في حياتكم تعملوها الفترة اللي جاية وبالفعل انتوا عندكم حصدا تاما هيكون فيها بعض الامور اللي هتستجد في حياتك حبة نشاط حبة تفاؤل حبة اخبار حلوة باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى ما تقلقوش خالص انتوا عندكم انتصارات عظيمة وان شاء الله هتفعلوا حاجات كتيرة جدا حلوة ما تقلقوش من اي حاجة خالص اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد طيب في باب الباب ده كان مقفول بقاله مدة وانت عمالين تدقوا عليه الباب ده كان طال انتظاره في حياتكم الباب ده هيتفتح ومن خلال الباب ده هيبقى عندك طريق الطريق ده هتعيد سقطك من نفسك هتشتغل على نفسك هتحسن من قدراتك هتحاول تسق بنفسك من جديد وتوصل للمشروع اللي انت عمال تشتغل عليه الفترة دي بسم الله اللهم صلي وبارك عليه انت عندك فرحة طال انتظارها عندك اخبار مباشرة بس عايزاك تتفائل واخور مش معنى ان انت هتخرج من علاقة او هتخرج من مشروع فالحياة كده وقفت الحياة ما بتقفش على حد الحياة ما بتقفش على حد وخلي بالك انت اكتر حاجات بتعاني منها الاعراض اللي ظهرة في جسمك انت احب اقولك ان انت عندك مشكلة صحية بتحاول ان انت تعالج نفسك منها عندك كذا حاجة بتحاول تطلع نفسك منها الله اعلم بس انت عندك نجاح وعايزاك تخليلي بالك من صحتك مع اي مشكلة فيه حد كنت عامله حبيب وصديق وضحيت عشانه اكتر من مرة الحد ده كان وراه ست بتنقق عليه وكان وراه ازا لدرجة ان هي كانت عامله سحر مشروب والسحر المشروب ده تقلب على البيت كله ست كانت عاملة للشريك او عاملة لحد مقرب لحياتك سحر المشروب والسحر المشروب ده تقلب على البيت كله لدرجة انه خساركم كتير جدا في حياتكم خساركم كذا حاجة وكذا امور دايقتكم بسبب السحر اللي تجدد وسحر المشروب كان معمول للطرف التعليم فيه كمان عندك راجل وفيه واحدة ست بتنقق عليه الراجل والست اللي بتنقق عليه دي الست دي شعرها طويل شعرها طويل ووشها فيه علامة كده وبيضة فياريت تخلي بالك منها لو انتو عندكم ست شعرها طويل وبيضة وفيه علامة في وشها خلوا بالكم منها وكونوا حرصين كويس جدا على اي حاجة منها وبلاش الفترة اللي جاية لو انتو عندكم جيران في بينكم وبينهم كلام بلاش العشم الزيت بلاش العشم الزيت عشان فيه قلب طربيزة انتو نويين تقلبوا الطربيزة على حد او فيه حد عندك نوي يقلب الطربيزة عليك انت منتظر حاجات كتيرة جدا وفيه كذا موضوع اتأجل عليك كذا حاجة تأجلت عليك في حياتك فياريت اي تأجيلة بتكون كل تأجيلة في حياتك هتكون لها خيرة مميزة لحياتك بس انت ركز على اخبارك وركز على انطلاقاتك اللي جاية علشان هيكون فيه احداث حلوة مع تبشرات بازن الله دي مستقبلك ما تقلقش خالص انا مش قلقانة عليك انا بس متفقلة ان انت هيكون عندك انتصارات حلوة بص بقى اول حاجة انت ناوي تشتغل وبالفعل هتشتغل ومش كده وبس كمان انت هتشتغل وشايف الحكودة الغيرة منك دي انت هتطردها بر حياتك هتطرد الاشخاص الظلمين المنفكين بر حياتك عند خروج من هموم والحياة عندك هتتبدل 180 درجة ما تقلقش لأ انا كده مش قلقانة عليكم خالص ناويين على صفر ناويين على طريق مفتوح وبالفعل الطريق ده مفتوح قدامكم امشوا فيه انت دايما بتختار الحياة الصح عندك كذا موضوع هيشتغل في دماغك وكذا حاجة هتبدأ تشتغلها عندك خروج من هم خروج من حاجة معينة في حياتك الفترة اللي جاية انت ناوي تغيرها اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد الشخص المسجون الشخص اللي تعبان عندك او الشخص اللي هو مريض او الشخص اللي في خنقه وفي ديئة انا بقولك اقف جنبه وساعده علشان هو محتاج من كتر الديئة والخنقه اللي هو فيها حاسس ان الدنيا سودت في وشه بمجرد ما انت هتتكلم معاه او هتزوره او هتقف جنبه هتبدأ الحياة تفتح تاني قدامه علشان هو تتهم ظلم او في حاجة عنده تعبان منها ومخنوق في ريت اقف جنبه وتساعده وتخليك مصدر خير ليه فيه كمان ربط احداث بموضوع معين شاغل بالك بقاله مدة هتربط به كذا حدث ومن بعض احداث اللي انت هتربطها دي هتاخد قرار مهم علشان القرار ده طال انتظاره في حياتك الوضع عندك هيبدأ يتحسن بس خلي بالك انت هنا ناوي على ورقة او فيه ورقة نفسك تخلص علشان الورقة دي شغلة بالك بقالها مدة هتعيش يوم ايجابي يوم مليء بالحب والمفاجآت لحياتك وهتطور من نفسك في كذا حاجة بوعفة في حياتك انا مش قلقانا عنيه خالص انت عندك تبشرات واخبار حلوة جدا وعندك كمان خروج من ازمة مادية او خروج من ازمة نفسية في حياتك بتعاني منها بقالك مدة بقالك تغيرات الفترة دي هيكون عندك كذا حاجة انت هتفعلها بنفسك وهتطلع من كل المشاكل اللي انت بتعوم عليها في حياتك بس ابعد عن اي حاجة تخص الركود عندك ابعد عن اي حاجة فيها احداث تدايقك او تخنقك وما تسمعش كلام اي حد انا اللي بقولك ما تسمعش كلام اي حد انت بتكون نائم نائم ماشي في طريق الله ماشي في امان وفجأة بتلاقي حاجات كده غريبة عملتلك عرقين عملتلك مشاكل عملتلك طاقات سلبية تدايقك وتخنقك طيب اي رأيك نشوف النية بتاعتكم طيب بعض منكم البال مشغول برز والتاني البال مشغول بحياة عاطفية طيب لو انت بالك مشغول بالرز فانت عندك طريق مفتوح والطريق المفتوح ده هيكون فيه اخبار حلوة او هيكون فيه طاقات ايجابية وهتدخل من نفس الطريق ده هيبقى عندك تعارف على ناس جديدة كلام بينك وما بين احبة كلام بينك وما بين اشخاص كتيرة جدا وهيبقى عندك احداث حياتك العاطفية انت دايما بتتعب ودايما انت اللي بتطلع زي ما قلتلك بالمشاكل السلبية اللي في حياتك فانا مش عايزك تدي كتير وازن العلاقات في حياتك العاطفية عشان عندك خروج من هم كبير طال انتظاره طلعت اتنين ستات برا حياتك عرفت انهم هم منفكين ومنهم ناس مش كويسة انت طلعت اتنين ستات من حياتك عندك هنا كمان حياة معينة تغيير عتمة تغيير سكن تغيير بيت الله اعلم بس انت عندك تغيير مكانة جديدة في حياتك هتطلع منها وانت اللي هتكون منصور ومتكل على ربنا هتلاقي صديق الصديق ده هيقف جنبك وهيدعمك وهيكبر منك وهتلاقي عايز مصلحتك فعلا انت بس ما بقتش تسك في الناس زي الاول وما بقتش تسك في حد خالص فقدت ثقتك باشخاص كتيرة جدا اكتشفت انهم منفكين وكذابين اكتشفت ان في ناس كده جدا بتنافك عليك وبيخدعوك تحياتي ليك اتمنى لك السعادة والهنة والرزق والتفاقل خليلي بالك من نفسك كراءتك كلها متبشرة كراءتك كلها فيها اخبار حلوة باذن الله بس خلي بالك من بعض الاشخاص اللي هم بيلعبوا عليك ويريد تربط الاحداث ببعضها هتطلع النتيجة اللي انت محتاجة واتمنى لك الخير والسعادة لو الكراءة عجبتك انزل في الكومنتات وقول لي ايه اللي انطبق عليك تحياتي ليك اشتركوا في القناة